أكد رئيس منجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر حبها الله بموقع استراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات وخلال اجتماعه مع ممثلي مجموعة انترو القابضة لاستعراض ملامح مشروعي مركز كيمت للبيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة سويس أكد مدبولي أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية ويعزز مكانتها في قطع الخدمة السحابية هذا وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول النهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمة الحوسبة السحابية ترجمة نانسي قنقر